السلام عليكم البنات مرحبا بكم في وصفات ام ملاك تمنى تكونوا كلكم على خير وبخير اليوم كما شفتوا ما كيش عندنا اليوم غندي لكمش وصفة ولكن انا قررت انني نهضر في واحد الموضوع مهم ومهم جدا لنا كاملين لكل القنوات وخصوصا القنوات الصغيرة اللي عاد باقية اه كتف طور النمو هذا الموضوع هذا اخواتي ربما هدروا عليه بعض الاخوات في القنوات ديالهم ولكن انا ما زال كالقا يعني مشكل عندي في القناة وقررت انني نجاوبكم يعني نهضر معكم في هذا الموضوع من خلال فيديو هذا الموضوع اخواتي وهو هالتعليقات اللي كتجينا كل مرة مثلا فيها كلمات محضورة مثلا تم او بصمة او او زوريني في القناة ديالي هاد الكلمات اخواتي را كتضر بنا كتضر بالقناوات ديالنا انا كنفرح بالتعليقات ديالكم بزاف بزاف ما كتصوروش حا كنفرح بالتعليقات ديالكم ولولا التعليقات ديالكم ما كانش الفيديو عندو شي قيمة ولكن اخواتي را بدكت تعليقات هادك را كتضروا القناة سواء انا درتها او واحد اخر را هادك القناة كتضر كيفاش وعلاش لان هادك الكلمات كتسمى كلمات محضورة كلمات اليوتيوب كيسينياليها يعني كيسينياليها خط احمر يعني كيتسم هكدك كتكون ذيك الكلمات كتدل على انك الشاركتي مع ذيك الانسان وشارك معك في نفس الوقت او كيدل على ان كينشي طرافيك يعني في الموضوع يعني شي حاجة غير سوية شي حاجة مشية هادك شنو كيوقع ذك كي يقدر يتلغالك ذيك الاشتراك ديال ذيك الانسان يشارك عن ذك او ديك الانسان يشارك عندك او ديك القناة كيتلغى وكتلغى ديك المشاهدة هكده كيكون وتقدر تبقى حتى تكبر لك القناة وينقص لك المشاركين او لتغلق لك القناة بصفة نهائية يعني شنو قدي تضيح ديك المجهود دينا هاباء المنطور كنتون ما اخواتي كم مكتعرفو ركينا نديروا واحد المجهود باش ننصور هاد الفيديوهيات ويعني باووين بالوصل للمشاهدين وينشاء الله نزيدوا القدام واتكبر القناة دينا بهاد الأسلوب هذا أو بهاد الشي اللي كان ديره هالتعليقات راكت تسمى تعليقات سيلبية را ما كتفيتش بها ديك القانات بالعكس كتضرها كتضر ديك القانات وعوض أنها تزيد القدام بالعكس غادي تقدرت أنها تتغلق سواء ليا أو لأي قانات خورا بالنسبة للقانات الكبار كتوصل أنهم تنقص لهم نسبة المشاهدة كتنقص لهم المشاركين عدد المشاركين وبالنسبة للقانوات الصغر كتقدر أنهم تغلق لهم القانات وتصوروا أخواتي أن الإنسان يعني أننا نتعبه وحد العام أو كتر تعب كله يمشينا فرمشة عين الله يخليكم أخواتي الله يخليكم أخواتي الله يخليكم لا تبقوا شديروا بحل هذه التعليقات هذه سأكوني أكيدة أو كون أكيد لازرتي القانات ديالي ولقيت زيارة ديالك أكيد راني غادي نرد لك الزيارة بلا ما تقولها ليا إلا عجبتني القانات ديالك راني غادي ندخل لها بكل فرح وكلكم أخواتي وكلكم عزازين علي وربي اللي عالم أنا كما كان بغي الخير لليا كان بغيه لأي وحدة فيكم أي إنسانة تستاهل أنها تكبر وتكبر القانات ديالها وتوصل للذك الشيلي بغيها والله يوفق الجامع إن شاء الله هذا الشيلي بغيت نهضر للكم اليوم أخواتي وكنتمنى التوفق للجميع كنتمنى لكم كلكم التوفق لا يخليكم ما تبقوش تديروا بحل هذه التعليقات بزرد الأخوات هدروا علي هذه المسألة في القانوات ديالهم ولكن أنا ما زال كنشوف تعليقات كتجيني في القانات ديالي من هاد النوع يعني دك التعليقي لاجا وردتي عليه راح تنتيه كتسبي مشكلة راسك وكتسبي مشكلة لديك القانات يعني كتنقص لك ديال نسبة ديال المشاهدة كتنقص لك يعني ديال المشاهدة ديال 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 القانات اللي دخلت لك ما كتتحسبش وفي نفس الوقت كتتلغى كيتلغى الاشتراك اللهم إني قد بلغت الله يخليكم هاد المسألة هادي ينتبهوا لها وحدي وراسكم إحنا بغينا إن شاء الله كنا نزيدوا القدام وكنا إن شاء الله نكبروا قاناوات ديالنا وما يكونش واحد للمشكل يعني اليوتيوب ولا كيدير واحد القوانين صارمة في هذا الموضوع يعني أخصنا نحدي وراسنا مزيان يعني جيتي درتي تعليق ديري تعليق عادي تبارك الله عليك أو لا ديري يعني ديك الحاجة عجباتك ديك الحاجة زوينة لا غير ما تزيديش عليها ما تزيديش عليها راكت يعني درتي زوريني أو لا كانت سناك في القناة ديالي أو لها ديك المسألة هديك راكت ضر بيك وبيا أنا لا يخليكم أنا كان نقول لكم هاد المسألة لأنكم فعلا عزازين عليّا وربي اللي علموا اللي في تكم بزاف والناس اللي ما عارفين ش هاد المسألة ربما كان الناس اللي باقيين ما عارفووش هاد المسألة ما زال ما عارفوش هاد القوانين ديال اليوتيوب كنظن وما اللي ما زال كي يكتبوها التعليقات هدي أنا اليوم جبتكم هاد الفيديو وكان نتمنى أن الناس اللي باقي ما ما عارفوش هاد المسألة وما عارفوش هاد القوانين يدخلوا الفيديو ويشوفوه ويعرفو شنو كاين راه للمصلحتكم ومصلحتي حتى أنا مصلحة الجامع هدي مصلحة ديال الجامع يعني الكل خاصو يشوف هاد الفيديو الكل خاصو يفهم هاد المسألة احنا خصنا بغينا مشاركة حقيقية بغينا الإنسان يدخل الفيديو يلعجبو ويشاهد مشاهدة حقيقية ماشي غير يدخل ويتكي على صفحي الفيديو يكتب تعليق لا هذا راه ماشي ويكتب تعليق ويقولك الزورين يرديلي الزيارة لا لا هذا راه ماشي مشاركة حقيقية وكي تسمى هاد الشراكة هادو هاد المشاركين مزورين ماشي حقيقيين مشارك الحقيقي او المشارك الحقيقي اخواتي هو اللي يدخل الفيديو ويتفرج فيه ويعجبو الفيديو او لان ما عجبوش ماشي مشكل يخرج منو يلعجبو عادي يدر تعليق على ديك المادة اللي يشاف يعني ديك الحاجة اللي يشافها في ديك الفيديو يدر تعليق عليها سواء انزوينا او خايبة مرحبا بجميع انتقدت ديالكم او الاعجاب ديالكم انا اي حاجة متقبلها منكم ومرحبا بكم عندي في القناة ديالي وتمنى تكونوا ولفتوني ونكون خفيفة على قلوبكم وان شاء الله ما يكون مني غير الخير وما يكون منكم تنتم ان شاء الله غير الخير والله يوفقنا جميعا يا رب وان شاء الله نمشوا مسيرة موفقة الى الامام حتى نوصلوا ونشوفكم كاملين ان شاء الله قنوات كبيرة ونتواصلوا لما لا وكونوا على اتصال وصديقات واصديقاء والله يوفق الجامعة ان شاء الله هذا هو اخر كلامي لكم وتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا شوية من كلام ديالي وتكونوا استوعبتوا ماذا الخطر اللي رحنا غادين فيه لبقينا هكذا يعني الناس المشيخ الصغير ينجمع نجمع نجمع مشاركي نضغياء نوصل الالف مشارك ونسبة المشاهدة عندي نقصة يعني لا خسني السوايع وما الاساس خسني نسبة المشاهدة تكون عندي عالية إلا كان عندي مشاركين كتار ونسبة المشاهدة قليلة اراها كتس كي يوتيوب كي يراجع ديالك القناة ونشوف كيف اشدار تطلعات بوحد يعني تطلع صاروخية مثلا فقط واجيز ونسبة المشاهدة عندها ناقصة اراها كتسوصل انها تغلق القناة اخواتي لايخليكم اتمنى انكم تسوعبوا هذا الموضوع مزيان وتفكروا فيه وما تبقىوش ان شاء تكتبوا هذا التعليقات ما هذا النوع واستودايكم الله واترككم في رعاية الله الى فيديو قادم ان شاء الله الى وصفة اخرى ان شاء الله ذبا مدرت لكم شو وصفة ولكن كان وعدكم ان شاء الله بوصفات اخرى ونخليكم على خير وبسلامة الى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله